بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أعزائي طلبة الصف العاشر أهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم إن شاء الله نتمنى أنكم تكونون مستعدين جاهزين معنا اليوم مجموعة من الفعاليات مسابقات تفاعلية إن شاء الله ستكون معكم اختبار صغير قصير بسيط كذلك ستكون معنا مسابقة في تطبيق أكوزز الحد ما ننتقل إلى العرض أتمنى أنكم الآن أنتم ربما بالنسبة للمنصة قطعت شورت كبير بالنسبة للمنهج أتوقع أنكم الآن وصلت إلى الدروس خلصت من المستقيمات المتوازية والمتعامدة ننتقل اليوم إن شاء الله بكم إلى درس جديد وسهل وحلو اللي هو مثل ما بيكون ظاهر معي الآن في الشاشة البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي إذن البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي مثل ما واضح أمامكم النقطة والمستقيم طبعا بس كحاجات بسيطة الحاجات اللي راح نحتاجها إن شاء الله في حصة اليوم اللي يجب أنكم مثلا تجهزونهم معاكم على الهاتف بالإضافة إلى الدفتر والكتاب راح أيضا تحملون برنامج اللي هو ماسح البار كود برنامج ماسح البار كود شوفه في المتجر معاك في التلفون لما تخليه على بار كود يمسح عن طريق الهاتف وراح يحولك بشرة إلى الحاجة اللي أنا مخلنها لكم كذلك تحملون برنامج لكوزز برنامج لكوزز للدخول للمسابقة الختامية إن شاء الله راح تكون معانا في الختام أيضا هذا موجود في المتجر الخاص إذا كان ما قدرت أنك تنزل البرنامج عندك كتطبيق في الهاتف بإمكانك تدخل على الموقع كوزز.com وتدخل المسابقة راح تكون إن شاء الله في الختام راح ننبه لها بإذن الله إذن الآن على بركة الله سنبدأ نشرح لكم المفهوم البعد بين نقطة ومستقيم مثل ما واضح أمامكم هذا المستقيم اللي باللون الأحمر معادلته عبارة عن 50 ناقص 2 صاد زايد 3 ساو صفر هذا مستقيم في الصورة درسناه يا شباب في الصورة القياسية وعندك النقطة اللي باللون الأزرق سالب 2 و 1 إيش المطلوب؟ المطلوب أن نكتيب البعد من هذه النقطة إلى المستقيم فكيف بتيب البعد؟ طبعا بطبيعة الحال طلاب يقول أستاذ ما نجيب مسطرة وراح نشوف المسافة من النقطة إلى المستقيم طيب صح لكن الطلاب ويش بيسون؟ مثلا واحد من الطلاب بيقول لي والله هذا الخط الأخضر هو اللي راح يطلع لي المسافة أو البعد من النقطة المستقيم طالب آخر لا بيقول لي والله أستاذ أنا هذا الخط المستقيم هو اللي يمثل البعد طالب آخر بنفس الطريقة بيقول لي لا هذا هو المستقيم فأيهما الأصح برأيكم ويش من الخطوط أو ويش من المسافات هي اللي يتمثل فعلا البعد لاحظوا معي الإجابة الصحيحة أو المسافة الصحيحة هي اللي باللون الأسرق هيش السبب؟ السبب لأن هذه المسافة تكون بشكل عمودي على المستقيم فبالتالي عشان أنا أقيس مسافة من النقطة على مستقيم يجب الشرط الأساسي أنه هيش أنه يكون خلنا نسوي لكم نستخدم اليزار إذن يجب أن يكون ويش عندك؟ يجب أن يكون بشكل عمودي يعني المستقيمات السابقة شوفوا المستقيمات السابقة عفوا خلنا نرقع شوي الأخضر والأحمر شوفوا الزاوية الموجودة هنا هل هذه الزاوية قائمة؟ لا نفس الشيء هذه الزاوية الموجودة هنا مع المستقيم لا تشكل زاوية قائمة بينما الزاوية القائمة هي اللي موجودة وين باللون؟ الأزرق اللي واضحة أمامكم في الصبورة شوفوا الشكل يعني يتكون المسافة بشكل عمودي وللعلم هذه المسافة هي أقصر مسافة أقصر مسافة ممكنة فبالتالي راح نقول أن هذا يمثل ويش البعد بين مستقييم ونقطة في مثال آخر الآن أنت عايزي الطالب جالس أمام التلفاز في الغرفة أو في الصالة ولو قال لك حد يريد تقيس المسافة من مكانك إلى الصقف كيف بتقيسون يعني بتقيس الشريط المتري أو الفوت هذا أو المصطرة وتقيسها بشكل مائل يعني تمد مثلا الشريط بهذا الشكل بشكل مائل أو تمد بشكل عمودي طبعا طبيعة الحال واضح أنك من مكانك إلى الأعلى بشكل عمودي على الأرضية أو بعمودي على السطح في أيضا مثال آخر مثلا في الشارع وهذا موجود في الحياة بشكل يومي مثلا لما تريد تقطع الشارع معاي ثلاث أشخاص ليلة وإياد وزياد شوف ليلة راح تتحرك خط سير بهذا الشكل إلى نهاية الشارع إياد راح يأخذ مسار آخر إجهة اليسار بهذا الشكل وأخيرا زياد راح يتجه بهذا الآن وصلت لفكرة بكم أيهما يعني يعني طريقة لقطع الشارع هي الصحيحة طبعا طريقة ليلة هي الأصحة لأنها قطعت الشارع في أقصر مسافة اللي هي من نقطة الانطلاق لحد نهاية الشارع فبالتالي هذا هو اللي يمثل ويش البعد من نقطة إلى إلى مستقيم طبعا هذا بس كان كمدخل بسيط ل كيف نييب البعد من نقطة إلى إلى خط مستقيم طبعا الآن رياضيا نحن كيف نحسب هذا البعد لأنني لو سألتكم نحسب هذا الشيء رياضيا في الرياضيات لا ندخل نييب مصطرة وكذا ما يخلص يعني دائما الرياضيات دائما فيها قوانين فيها حاجات تابعوا مع القانون مع بعض البعد بين نقطة سين واحد وصاد واحد النقطة سين واحد وصاد واحد والمستقيم اللي معطايا بالصورة القياسية شوفوا ألف سين زايد باء صاد زايد جيم يساوي صفر يعطى بالقانون التالي إذن البعد يساوي نعمل علامة الكسر نييب المعادلة هذه نفسه شايفين السين اللي موجودة أمامك الآن أمع الألف هذا راح أشيلها وأجيب بدالها من راح أجيب بدالها السين واحد شوفوا نزلت السين واحد إلى مكان السين الأصلية الصاد الثانية راح أشيلها وأجيب بدالها من الصاد واحد وبذلك تقريبا انتهيت من القانون في المقام عندي راح يكون عندي إن شاء الله جذر وفيه ألف تربيع زايد البعد إذن عرفنا نحن ما هي الألف الألف هذا الموجود معاك هي معامل من معامل سين بينما السين واحد هو الإحداث السيني في النقطة الباء هو معامل الصاد في معادلة المستقيم كذلك الصاد واحد هو الإحداثي الصادي في النقطة المعطى كذلك القيم هو الحد الأخير في المعادلة التربيعية وطبعا الألف والبات كررت في المقام أيضا في حاجة هنا ناخصة بما أنه قال لك بعد قال لك بعد ما معنى البعد يا شباب هل ممكن أن البعد يطلع بالسالب هل ممكن أن البعد يطلع بالسالب لا طبعا هذا شيء مستحيل فبالتالي نحن نضيف هنا حاجة تسمى ويش المطلق على أساس أنه نتفادى نتفادى السالب في السؤال طبعا هذا القانون راح تفهمه وتحفظه هذا يقول لي كيف أفهم وأحفظ طبعا أنت كلما تكرر السؤال مرة أو عفوا تحل أمثلة على هذا الدرس مرة مرتين ثلاث راح تحس أن يديك بدأت تسلك في كتابة القانون وبتلاحظ أصلا أن القانون سهل وبسيط انتهينا الآن من هذا العرض سننتقل بكم مباشرة إلى حل التمارين الموجودة في الكتاب أو عفوا اللي مجهزينها لكم في البرنامج طبعا هذا الدرس في البداية مثل ما ذكرنا لكم خلنا بس نعيد هي قلنا لكم السين واحد والصيد واحد المستقيم لاحظوا أن المستقيم الشرط الأساسي أن يكون في الصورة القياسية إذن في الصورة القياسية طبعا tutajش الصورة القياسية نحن درسناها سابقا قلنا لكم أن الصورة القياسية يا عزيزي الطلبة لما تكون ويش بهذا الشكل في هناك صورة أخرى قريبة من الصورة القياسية أو شبيهة بها اللي هي الصورة العامة نحن ما ندخل فيها إذن هذا القانون طبعا الرسمة هنيا ما راح أرسم لك إياها خلاص مباشرة راح ننتقل إلى إلى المثال الأول هذا هذا المثال الأول اللي موجود معاكم أوجد البعد بين نقطة سالب 2 و 5 بهذا الشكل وش اللي راح نسويه يا شباب أول شيء ننظر دائما إلى معادلة المستقيم هل هي في الصورة القياسية نعم إذن هذه هني مباشرة ويش في الصورة القياسية خلاص إذن منها منها في الصورة القياسية إذن أنا مباشرة أستطيع أني أكمل الحل ويش اللي راح أجيبها راح أجيب عندك لازم تجيب خمس حاجات ويش الحاجات اللي تجيبها لازم تجيب الألف كم جساوي في هذه المعادلة قلنا الألف يا شباب هو معامل الصين وين معامل الصين هذا فبالتالي مباشرة راح نقول أن الألف يساوي الثلاثة جميل أيضا الباء الباء هو معامل الصاد وين معامل الصاد هذا يا أستاذ معامل الصاد اللي أمام مع الإشارة إشارته موجب فبالتالي قيمة الباء راح تساوي أربعة جميل آخر حاجة اللي هي الجيم في المعادلة واضحة مثل ما واضحة أمامكم مع إشارتها عبارة عن موجب ستة فنقول تساوي ستة أي شيء أيضا متبقي عندي متبقي السين واحد والصاد واحد وهذه واضحات في النقطة إذن سين واحد تساوي هذا هي السين واحد اللي هي السالب الثلين والصاد واحد اللي هي ويش الخمسة الآن مباشرة هو طلب في السؤال البعد طلب ويش البعد مباشرة طلب في السؤال البعد إذن أي وكتب القانون في البداية أحيانا القانون يكون عليه مثلا لما تكتبه والله يعطونه في نص درجة وخليك أنت لما تكتب القانون هذا أفضل لك حتى لو ما عليه درجات أفضل لك عشان أنك تعرف كيف تمشي في خطوات الحال إذن أول حاجة سنقول أن البعد سنكتب القانون البعد يساوي بهذا الشكل علامة المطلق نسوي ألف سين واحد زايد الباء في الصاد واحد زايد الجيم ونغلق المطلق بهذا الشكل تحت عندي قذر ألف تربيع زايد الباء تربيع ونحاول يكون شوي الشكل متناسق بهذا الشكل الآن العملية عملية تعويض نيب القيم اللي فوق ونخوض هنوين في القانون فنقول ننزل شوي نقول يساوي بهذا الشكل نعمل علامة الكسر وهذا المطلق عندك الألف أفوا هذا عندك هني علامة المطلق الألف قلنا كم القيمة قيمة الألف ثلاثة إذن بنكتب ثلاثة سؤال الآن أعزائي الطلبان طبعا واجهت هذا في المدارس شايفين الألف والسين واحد قال إنه والله الألف ثلاثة السين واحد يو كتبها سالب اثنين بهذا الشكل إيش رأيكم بعدين كمل زايد الباء اللي هو كم أربعة وقم بها صاد واحد اللي هي كم خمسة صارت أربعة وخمسين زايد القيم اللي هو ستة إيش رأيكم في هذا الحل أنا عرف إنه في طلاب الآن من تبهين وقالوا الأستاذ إنه موجودة علامة ضرب بالفعل يا شباب اللي بين الألف والسين طبعا أنا راح أمسح هذا هذا اللي كتبته اللي موجود هنا بين خلني أكبر لك شوي شايفين الألف والسين هذا بينهم علامة ضرب بس ما تكتب هذا علامة ضرب بشكل شوي عريض ظهرت من معاكم بهذا الشكل في عندك علامة ضرب فبالتالي لما نكتب الآن إحنا هنا في الإجابة لما نجاوب على هذا السؤال فبنقول ويش الثلاثة اللي هي الألف ضرب السين واحد اللي هي كم السين واحد هذا موجود معاكم في السؤال سالب اثنين سالب اثنين طيب بعدين عندي في القانون زايد والله أسأل زايد الباء قيمة الباء مثل ما واضحها أمامكم كم أربعة إذن أربعة مضروبة في الصاد واحد اللي هي كم اللي هي خمسة إذن بنكتب خمسة جميل آخر حاج زائد القيم اللي هي مثل ما واضحها أمامكم أغلق علامة المطلق في المقام لا أنسى الجذر عندي ألف تربيع يعني عبارة عن ثلاثة ونخليها في قوس لأن تربيع دائما أي حاجة في التربيع أعملها قوس زايد الباء تربيع يعني أربعة تربيع خلص درسنا هذا درسنا نحن اليوم البعد بين نقطة ومستقيم إيش رايكم كيف سال خلصتوني بادين أنا بقولكم إيش خلص الحاجات اللي الحين بتجيك هذا كله حاجات ما خذنا الطالب سابقا صف التاسع ثامن سابع حتى نصف الخامس إيش معي الآن لو نلاحظ نركز الحيات اللي موجودة عندي عندي هني هذا العددين خلنا نستخدم التضليل الستة وسالب اثنين عملية ضرب عندك الخمسة والأربع عملية ضرب ومن ثم الستة واحدة ونفس الشيء هنا في المقام فويش اللي بنسوي خلنا نختار لون آخر عشان كثير ألوان صارت معاي نسوي يساوي بهذا الشكل وهذا علامة المطلق تروح معي ثلاثة في سالب اثنين كم محتاجين رقعكم إلى صف السابع ثلاثة في اثنين يعطيني سالب ستة إذن أكتب سالب ستة طيب زايد الأربعة في الخمسة كم الأربعة في الخمسة عشرين ممتاز آخر شيء عندي زايد الستة ونقلق المطلق وعندي القذر يلا سوها ثلاثة تربية يعني معناها ثلاثة ضرب ثلاثة يعطيني كم تسعة زايد الأربعة ضرب الأربعة يعطيني ستة عشر جميل عملية يساوي خلنا ننزل تحت كلما كان حلك منظم ومرتب كلما المعلم اللي صحح ورقتك مرتاح للإجابة فحاول أن يكون خطوتكم منظمة ومرتبة قدر المستطاع نزيل في البسط عندك سالب ستة شوفوا طبعا هذه من فنيات الرياضيات تختصر ما لازم كل مرة تتخدم الآلة الحاسبة عندك سالب ستة راحت مع سالب مع الموجب ستة فبقى معاك في البسط عندي مطلق عشرين وفي المقام عندي جذر التسعة زايد الستة عشر يعطيني بخمسة وعشرين يساوي مطلق العشرين راح يطلع بعشرين لأن المطلق يطلع لك القيم إذا كانت سالب يطلعها موجبة وإذا هي موجبة راح تبقى موجبة جذر الخمسة وعشرين كم؟ هيا شباب أيوة أحسنت جذر الخمسة وعشرين يعطيني خمسة تعتبر إجابتك انتهت لكن أيضا يفضل أنك أيضا تبسط لأن معروف العشرين تقسيم خمسة فيها كم؟ تساوي أربعة إذن في النهاية طلع معي أن البعد البعد يساوي أربع وحدات سواء سانتيمتر بالحاجة الموجودة في السؤال إذن هذا البعد بين النقطة اللي ما أعطلناك إياها والمستقيم في المستوى الأحداث تطلع أربع وحدات إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ نتأكد من كلامنا ونروح إلى برنامج جميل وبرنامج شهير على الويب اللي هو الجيوجبرة أو برنامج آخر يسمى الديسموس فأنا بستخدم الجيوجبرة خلونا نحفظ المعادلة ونحفظ النقطة إذن المعادلة ثلاثة سين زايد أربعة صات زايد ستة والنقطة سابقين وخمسة ننتقل بكم إلى البرنامج برنامج الجيوجبرة هذا البرنامج جاهز معي هنا ندخل في الأوامر المعادلة إذن قلنا المعادلة عبارة عن ثلاثة X وين الـ X هذا موجود الـ X اللي هي السين بعدين نزايد أربعة الصاد اللي هي الـ Y بعدين نتوقع زايد ستة إذا ما خابضني طيب النقطة الآن راح ندخل النقطة اللي هي سالب اثنين هذه سالب اثنين مع الخمسة ونغلق طبعا أنتم ما ظاهر أمامكم إدخال لهذا لأن الشاشة أشوف مثل القص موجود في الشاشة عموما أنتمامهم هذا شوف النقطة بتظهر الآن أمامكم اين النقطة هذه النقطة ظهرت أمامكم والمستقيم واضح الآن أنا بايي بالبعد بين النقطة وبين المستقيم فيه البرنامج يحسب لك البعد أنا راح أحسب مباشرة البعد من هذا المستقيم والنقطة إذن هذا النقطة اللي حددناها إلى المستقيم شوف الرقم اللي راح يظهر معي كم ظهر باللغة الإنجليزية مكتوبة لك أن الطول يساوي كم أربعة أن الطول يساوي أربعة بالفعل نحن تأكدنا أن المسافة طبعا هي لازم بتكون هيش مسافة عمودية من النقطة هذه لحد المستقيم يساوي أربعة إذن هذا أول مثال ثاني مثال راح نحله بنفس الطريقة شوفوا شوفوا السؤال وإيش موجود بنحله مع بعض لا تخافون إيش اختلف السؤال الآن اللي أمامكم اللي هو مثال اثنين أيوة بهذا الطريقة وبين السؤال الماضي قال لك أوجد أقصر مسافة سأل كيف أقصر مسافة ونتاك قلت لنا السادة البعد ذكرون في البداية قلت لكم لما شرحنا لكم أن أقصر مسافة أن البعد بين النقطة ومستقيم هو نفس الشيء أيضا يش يمثل أقصر أقصر مسافة من النقطة لحد المستقيم فبالتالي هذا السؤال نفس الفكرة معناه أنه يريد أيضا ويش البعد لكن قبل أن يب البعد شوفوا المستقيم هل المستقيم في الصورة القياسية هيا شباب هل المستقيم في الصورة القياسية لا ليس في الصورة القياسية فبالتالي أول حاجة يجب أنك تضع المستقيم في الصورة القياسية فويش اللي بنسوي عشان تخلي المستقيم في الصورة القياسية عندك طريقين إما أنك تحول الثلاثة صاد في الجهة الأخرى أو تحول هذا المختار كامل في الجهة الأخرى إذن أول حاجة أولاً نضع المستقيم في الصورة القياسية جميل يلا ها كيف نخليه؟ نقول ثلاثة صاد نحول لأربع سين هناك ناقص أربع سين ونحول الخمسة نقول زايد خمسة يساوي صفر آه أستاذ خطأ خطأ أيوة صح ممتاز يا محمد محمد يقول أستاذ خطأ وين الخطأ يا محمد ليش الخمسة نقلتها بموجب هذا من أخطاء الطلاب بينقلوا لي والله يقول الأربع بنقلها أنا بشارة سالة بغير شارة لكن الخمسة ينسى ما يغيرها لا غير الأثنين الخمسة الأربع سين أيضاً والخمسة فبالتالي مثل ما قال زميلكم إذن هنا راح نمسح الموجب راح تكون عندي وينش زايد خمسة جميل النقطة جاهزة عندي ثنين واحد إذن أول حاجة راح نقول خلنا ناخد لون واحد عشان ما نكثر الوان قيمة الألف أيوة سمعت حد قال أستاذ ثلاثة إيش رايكم هل قيمة الألف ثلاثة أيوة ممتاز ممتاز يا معاذ معاذ قال أن الألف قيمتها سالب أربعة نعم يا شباب الألف نحن ما قلنا لكم أن هي معامل سين وشوفوا معامل السين معامل السين اللي هو كم سالب أربعة ما دائما الأول شيء هو الألف الألف متعلق بمعامل السين والباء هو معامل صاد بينما الجيم هو العدد اللي يكون وحده فبالتالي مثل ما قال زميلكم معاذ قيمة الألف راح تكون عبارة عن سالب أربعة إذن الآن قيمة الباء راح تكون ثلاثة وقيمة الجيم راح تكون خمسة أيضا عند السين واحد تساوي اثنين والصاد واحد تساوي الواحد طيب إذن مباشرة نكتب القانون ستاد كل مرة نكتب القانون نكتبه أو صيك في الرياضيات دائما حاول تكتب قانون تمارين مسائل خلي دينك تتعود أنت يوم تدخل الاختبار كيف تحل الاختبار تحل بالنظر أنت قاعد تشوف الاختبار لا تحل بي دينك فإنت إذا ما تدربت في البيت في البيت إذا ما تدربت على حل التمارين الموجودة فالاختبار لا تعرف تسوي شيء تقاعد تقول والله هذا كذا يساوي هذا كذا يساوي تعود في البيت وإنت تذاكر ورقة وقلم أنا كنت لما كنت طالب مثلكم كنت أخلص رزم الأوراخ أستغل كل الدفاعات الموجودة في البيت أجمعها وأكتب عليها أكتب كل يوم أخلص عادي في الأسبوع دفتر دفترين أخلص حل تمارين سواء المادة ترياضية أو أي مادة أخرى عموما إذن البعد يساوي نكتب القانون اللي هو المطلق ألف سين واحد زائد باء صاعد واحد زائد جيم على جذر ألف تربيع زائد الباء تربيع جميل عملية التعويض الآن يساوي لأن كلما نظمت الحل كلما كان أفضل هذا المطلق إذن قيمة الألف نقول سالب أربعة ضرب السين واحد اللي هي اثنين ظاهر أمامكم زائد قيمة البهنية عندك ثلاثة مضروبة كذلك في الصاد واحد اللي هي واحد زائد الحد الأخير جيم خمسة ونغلق المطلق ونعمل تحت عندك جذر بهذه الطريقة وفي الجذر راح يكون عندك سالب أربعة تربيع لاحظوا سالب أربعة تربيع لهو الألف زائد الباء اللي هو ثلاثة ونعمل له تربيع ونسوى علامة يساوي وكل هذا يظهر معاك مباشرة حتى بكبسة زرب الآلة الحاسبة راح يظهر لك الناتج إذن هنا يساوي نحن خلوه نحن نحل خطوة خطوة ما يحتاج أن نستخدم آلة حاسبة إذن عندك ثلاثة عمليات حسابية في البسط هذا وهذا وعندك الخمسة آخر شيء السالب أربعة في ثنين يعطيني كم يعطيني السالب ثمانية إذن عندك سالب ثمانية زايد ثلاثة زايد الخمسة كيف هي هذه الثلاثة؟ هي عبارة عن ثلاثة ضرب واحد ونغلق المطلق بهذا الشكل عندي هنا يجذر السالب أربعة تربيع الطلاب وأنا متأكد مئة بالمئة من هذه النقطة بيقول الأستاذ سالب أربعة تربيع ثلاثة سالب ستعش الطلاب اللي عندي في الصف أي واحد يغلط هذا الخطأ مباشرة نعطيه عقاب بسيط كذا شوفوا أنا متأكد الآن أنتم في البيت جاسي بتساولي سالب أربعة تربيع بتقولون سالب ستعش هيش الخطأ اللي سويتو أي واه بالضبط الخطأ أنك انت في الحسابة سويت سالب أربعة تربيع ما سويت قوس السالب الأربعة كامل تعملها في قوس وتعملها ويش تربيع عساس أنها فعلا تطلع لك كم ستعش موجب ستعش لأنك انت ايش معناها سالب أربعة تربيع معناها سالب أربعة ضرب سالب أربعة فالسالب مع السالب يطلعني يعطيني ويش موجب فأربعة في أربعة يعطيني ستعش فبالتالي هنا يطلع لي ستعش زائد ثلاثة تربية تسعة بهذا الشكل يساوي طبعا خلونا ننزل شوية بالأسفل بهذا الشكل عندي هنا مطلق نشوف عندك سالب ثمانية زائد ثلاثة زائد الخمسة كم يطلع عندي الناتق هنا سالب ثمانية زائد ثلاثة زائد خمسة يطلع عندي صفر بهذا الشكل مطلق صفر على جذر الخمسة وعشرين سيطلع عندي صفر على جذر الخمسة وعشرين كم بخمسة فإيش اللي نسوي هنا يساوي الناتق صفر على خمسة يعطلع معي الناتق وإيش صفر إيش معنى رغم أني أشك في المسألة يمكن أني غلطنا في مكان لكن عموما إيش معنى هذا إذا كان فعلا طلعت الإجابة صفر إيش معنى معنى أن هذه النقطة هي موجودة أنا أسمع إجابات الآن معنى أن هذه النقطة موجودة وين في الخط المستقيم يعني هذا الخط المستقيم مثلا اللي معادلت أمعطي إياها والنقطة موجودة فيه موجودة عليه فالبتالي ماشي بعد البعد كم؟ صفر طيب إذن هذه بالنسبة لي المسألة اللي هنا نشوف إيش معاين حين نجهز لكم أي وفي مسابقة تفاعلية بس أنا خلنا نتأكد من تعويضنا للقيم ربما أنه غلطنا مكان أن هذا المثال أنا حيث كنتم خللنا فيما بعد ليسهني يعني أو لا خلاص نحن حلينا مثال إذن لا صحيح صحيح إن شاء الله عندك سالب أربعة واناك عندك أيها أنزل الخط الخطأ اللي وقعت أنا فيه أعزائي الطلبة طبعا هذا الخطأ أنا حاس أنه فعلا فيه حاجة موجودة اللي هو هذا الجيم رغم أني نبهت عليه لكن الروح غلط سبحان الله هذه المعادلة نحن لما حولناها في الصورة القياسية نبهت عليه ونسيت أن الروح يعدلها فهني راح يطلع عندك سالب أربعة سين الموجب خمسة راح تطلع ويش أيضا بسالب فبالتالي بنجي ونعدلها هنا بسالب كذلك راح نجي ونعدلها وين أيضا هنا بهذا الشكل راح نسويها بسالب وعذرا أعتذر على الخطأ وهذا دائما ما يحصل ودائما لما يكون مع الطلاب الطلاب ينبهوني بس الهان لإني لحالي فجل من لا يسهو طيب إذن هنا راح يكون عندي سالب خمسة فبالتالي هناك راح نسويناها عملناها سالب خمسة والإيجابة راح تكون إن شاء الله مثل ما هي موجودة طيب إذن الآن راح ننتقل بكم إلى المسابقة التفاعلية طبعا المسابقة التفاعلية عبر موقع Live Worksheet إيش اللي عليك تسويه الآن افتح الهاتف على ماسح الباركود اللي خبرتكم عليه وامسحوا هذا الشريط المتري أو هذا الباركود اللي واضح أمامكم راح يظهر لك تظهر لك صفحة يوديك إلى صفحة فيها اختبار صغيرون كذا من تخلص حال الاختبار راح يعطيك درجتك هذا بهذا الشكل راح يظهر معاك خلنا أصغر لك الصفحة بهذا الشكل ماهي المطلوب منك؟ المطلوب منك أنك تجاوب تضغط على المربع وكتبني أوجد خلنا أسأوضح لك أوجد ميل مستقيم المار بالنقطتين عندك نقطتين بهذا الشكل وطلع الميل طبعا هنا تكتب الإجابة هنا في هذا المكان تكتب الإجابة هنا طيب من تخلص من هذا السؤال طبعا تكتب هي الإجابة فقط يعني مثلا الميل خمسة تكتب خمسة الميل واحد تكتب واحد سالب أربع تكتب سالب أربع تكتب شيء إضافي يعني ما في خطوات أيضا عندك هناك حالات الميل لاحظوا السؤال الموضح إيش سؤال يقولك توصل توصل بخط يعني مثلا خلنا أمسك اللون الأزرق وين الميل غير معروف من هذه المستقيمات أشوف الإجابة الصحيحة ووصلها مثلا هنا إجابة أول سؤال أنا ساعدتكم هذا بس أنت توصل هناك بيظهر معاك في البرنامج التفاعلي راح تظهر لك هذه العلامة وكملوق البقية الصفر ميل من السالب هو أي ميل ولموجب ميل أيش من هذه الرسمات من تخلص اعمل على فنش وراح تظهر لك نتيجتك مباشرة كم جبت من عشرة طبعا إذن بنعطيكم دقيقة الحد ما ننتهي من هذا المسابق وهذا أنا بخلي على الكود أنا أمتكد أن هناك مجموعة من الطلاب إن شاء الله عليهم حلوا هذا السؤال أو هذا قاموا بالدخول إلى هذا الرابط وقاموا بحل السؤال معانا وقت إن شاء الله راح ننتقل فيما بعد إلى تكملة الدرس طيب خلاص خذينا وقت ما فيه الكفاية إذن بعد هذه البريك البسيط نرجع مراتين نقول تذكير ايش تحتاجون نحتاج إلى بار كود طبعا تحملت البار كود أيضا نحتاج إلى برنامج وزز راح تكون فيه معي مسابقة في ختام البرنامج بعد حوالي نصف ساعة من الآن وننتقل الآن بكم إلى تكملة التمارين اللي موجوده معانا عشان أن يكون ويش عني يعني ننم بالموضوع نكون أنه فعلا تمكننا من موضوع البعد بين مستقيم ونقطة مرة أخرى خلونا نحل هذا السؤال أوجد البعد بين المستقيم الواضح أمامك 22 ناقص خمسة صاد يساوي سالب خمسة لاحظ السالب خمسة في هذا الجهة والنقطة سالب واحد وثلاثة إذن أول حاجة نضع في الصورة القياسية أيوا يا شباب راح يكون عندي 22 ناقص خمسة أو ناقص صاد عفوا ناقص صاد السالب خمسة راح أجيب هناك بموجب بموجب خمسة يساوي الصفر إذن الآن عندي القيم اللي موجودة معي الألف مباشرة لا خلنا نستخدم القلم الثاني عشان يكون الخط رفيع عندي قيمة الألف تساوي اثنين قيمة الباء كم قيمة الباء صفر لا يا شباب قيمة الباء دائما معامل الصاد إذا أمام الصاد سالب معناه سالب واحد ولكنها لا تكتب إذن سالب واحد وقيمة الجيم تساوي الخمسة قيمة سين واحد اللي هي النقطة المعطاة سالب واحد وقيمة عفوا وقيمة الصاد واحد تساوي الثلاثة طيب إذن مباشرة نقول أن البعد ونكتب القانون شوفوا نحن الآن كتبناه في هذه الحلقة الآن تقديم أقرابة أربع مرات يساوي توقع أنكم خلاص بيكون أنكم حفظته إذن ألف سين واحد زائد باء صاد واحد زائد الجيم ونسكر المطلق بهذا الشكل عندي هنا ألف تربيع زائد الباء تربيع يساوي يش رأيكم أعطيكم شوية تحلون يالله نعطيكم دقيقة تكفيكم دقيقة أتوقع أن نتكفي دقيقة يالله حلو خلا عطوني إجابات أيوة معكم دقيقة عشان تحلون هذا السؤال وننتظر إجاباتكم ها نساعدكم شوية ما مشكلة أن أعمل هنا علامة الكسر بعدين ها نخطو خطوة أحل بالبطيع عشان الشباب يلاحقون اللي قاسي حل الآن يلحق على نهاية الحل معي يكون الحل صحيح الألف اللي هي اثنين ضرب سين واحد سالب واحد يميل زايد الباء كم الباء عندي الباء عندي أيضا سالب واحد مضروبة في ها الصاد واحد اللي هي كم ثلاثة إذن اكتبها ثلاثة زايد القيم اللي هي خمسة ونغلق المطلق وتحت في المقام راح يكون عندي الألف اللي هو اثنين تربيع زايد السالب واحد بهذا الشكل سالب واحد تربيع طيب يساوي هان شباب أتمنى أن أحد خلص منكم يلا ما مشكلة نستعجل شوي في الحل سوف نلحق على المسابقة بعدين ما يفوتنا شيء إذا عنده هني عملية وهني عندي عملية وعندي آخر شيء الرقم خمسة يلا اثنين ضرب سالب واحد كم يعطيني؟ يعطيني سالب اثنين جميل زايد سالب واحد ضرب ثلاثة يعطيني سالب ثلاثة وعندي آخر شيء زايد الخمسة ونغلق المطلق بهذه الطريقة عندي في المقام أيها جذر الثنين تربيع عبارة عن أربعة زايد وما نوقع في نفس الخطأ السالب واحد نعملها في قوس ونعملها تربيع راح يطلع لي بواحد يساوي في البسط راح يطلع معي سالب اثنين زايد سالب ثلاثة صفر أو سالب خمسة وزايد خمسة يعطيني مطلق الصفر على جذر الخمسة ويساوي صفر على جذر خمسة يساوي صفر نفس الشيء إذن هنا معلومة أن كذلك أن النقطة النقطة التي ما أعطنيها في السؤال سالب واحد وثلاثة تقع على المستقيم المعطى طيب أنا أريد أرجع إلى المثال هذا اللي فوق وأنا متأكد أنه في خطأ بس سبحان الله وين الخطأ اللي وقعنا فيه لأنني ما محضر مثالين أنه نكون كلهم صفر خلونا نمشي خطوة خطوة إذن عندي ثلاثة صاد لما حولنا المستقيم في الصورة القياسية ثلاثة صاد ناقص أربعة سين صحيح ناقص خمسة طيب الحد الآن أمونا طيبة الألف هي معامل السين سالب أربعة تمام الباء معامل الصاد ثلاثة والقيم مثل ما وضحناها تساوي كم قلنا سالب خمسة هاي سالب خمسة السين واحد اثنين والصاد واحد واحد خلونا نشوف التعويض ربما نحن غلطنا في التعويض عندي سالب أربعة ضرب الثنين نتأكد نعم الثنين يعطيني سالب ثمانية زائد قيمة الباء ثلاثة في صاد واحد ثلاثة زائد السالب خمسة ممتاز إذن عندي سالب ثمانية زائد ثلاثة أيوة أتوقع أننا سالب ثمانية زائد ثلاثة إذن هنا ناقص خمسة إذن صحيح سالب ثمانية زائد الثلاثة كم يطلع معي يا شباب سالب خمسة سالب خمسة ناقص ثلاثة إذن بس الخطأ الطفيف اللي أرجع ونصلحها يا شباب أيوة خطأ طفيف شفتوا أنا شوي استعقلت في عمليات الحسابية نمزين إذن هنا راح يكون عندي يساوي في البسط سالب ثمانية زائد ثلاثة يعطيني سالب خمسة وعندي ناقص خمسة بهذا الشكل أنا استعقلت سويت لكم صفر ومن الإشارات متشابهة على قذر الخمسة وعشرين راح يساوي إذن الآن طمأننا إن حلنا فعلا صحيح هني راح يطلع معي مطلق سالب مطلق سالب العشرة بهذا الشكل سالب عشرة على قذر الخمسة وعشرين يطلع بكم بخمسة ومطلق سالب عشرة الآن شفتك فائدة المطلق مطلق سالب عشرة راح يطلع معي بعشرة وعشرة على خمسة يطلع كم يطلع ثنين فبالتالي هذا المستقيم هذه النقطة تبعد عن هذا المستقيم بمقدار وحدتين هذه النقطة تبعد عن المستقيم أيضا بإمكانك أنك تاخذ النقطة والمستقيم ونروح على برنامج اليو يبرأ ونتأكد أن هل فعلا كلامنا صحيح ولا لا ومئة بالمئة راح يطلع البعد يساوي اثنين كذلك بالنسبة لهذا المستقيم أن النقطة في هذا المستقيم اللي موجود معي هنا طلعت النقطة معاي موجودة وين في المستقيم أي أن هذه النقطة تقع على المستقيم في وقت نعم في وقت بننتقل بكم إلى مسألة أنزين مسألة شوية فيها تفكير نوعا ما نقدر نقول أنها مسألة قدرات عليا أنزين أقرأوا السؤال مع بعض قراءة أمولية أوجد نقطة تنتمي إلى محور السينات تبعد أربع وحدات عن المستقيم أربع سين زي ثلاثة فاد ناقص الأربعة يساوي صور فكرة الحل أنا راح أظل لك السر في هذا السؤال تنتمي إلى محور السينات لما أقول لك أن النقطة موجودة على محور السينات إيش معنا هذا الكلام خلوني نمشي شوية في صفحة نفتح صفحة كذا صفحة جديدة ونعمل عرض خلني شوية هنا وين العرض عشان أرسم لك مستوى الإحداثيات ما موجود عندي الآن ما ظاهر أمامي عموما ما شيئش قال أنا راح أرسم لك مستوى الإحداثيات بهذا الشكل هذا المحور الصادي وهذا المحور السيني طبعا الترقيم راح يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا هنا عندك بالسالب وبالنسبة للصادي بنفس الطريقة واحد اثنين ثلاثة وهكذا طيب ليش اللي راح أعمل الآن لو قتلك اختار لي نقطة على محور الصينات هذه مثلا على سبيل المثال هذه النقطة حد يقول لي ايش احداثيات هذه النقطة احداثياتها عبارة عن كم ثنين و في الاحداث الصادي صفر ممتاز نقطة أخرى ها مثلا هذه النقطة ويش احداثيات هذه النقطة راح تكون عبارة عن سالب ثلاثة و صفر ممتاز نقطة أخرى ها هذه النقطة ويش احداثياتها عبارة عن كم أربعة و صفر ايش اللي تلاحظونه لما تكون النقطة موجودة في الاحداثي في محور الصينات ايش اللي اللاحظة نلاحظ ان الاحداثي الصادي لاحظوا ها انتوا بتكشفوا الاجابة ها ويش في الاحداثي الصادي ايوه بالضبط ان الاحداثي الصادي قيمته صفر فهذا السر في هذا السؤال هنا ايضا بمناسبة معادلة المحور الصينات هو صح انه محور الصينات لكن معادلة تويش صاد يساوي صفر معناه ان اي صاد موجودة اي نقطة موجودة هنا احداث الصاد لها يساوي صفر خلونا نرجع الى المثال بعد ما عطيناكم المعلومة الاولى بهذا الشكل الواضح امامكم اذا وتبعد اربع وحدات اذا هنا المعلومات اللي راح اكتبها انا تحت في السؤال معناه انه هنا تنتمي الى محور الصينات يعني معناها النقطة بهذا الشكل سين والاحداث الصادي مباشرة صفر البعد هذا البعد اللي هو راح نطبق لويش القانون قانون البعد والمستقيم موجود عندي المستقيم راح اطلع منه قيمة الف اربعة وقيمة الباء ثلاثة وقيمة القيم سالب اربعة واضح اذا اول حاجة راح اعملها مباشرة راح نقول القانون ان البعد يساوي نعمل عمالي الكسر مطلق عندي الف سين واحد زايد باء صاد واحد زايد القيم ها كتبناه عشر مرات اليوم على قذر الف تربيع زايد الباء تربيع ممتاز الآن عملية تعويض لاحظة عملية تعويض هنا عندك البعد البعد كم موجود في السؤال قال لك ان البعد اربعة اذا مباشرة انا اكتب تحت البعد اربعة علامة يساوي الآن نعوض سوي حالك بخط لان الكتابة كما تعلمون شوي على اللوح الذكي ليس كالكتابة على الواقع نعمل المطلق الف كم قيمة الالف اربعة اذا اربعة ضرب السين واحد طبعا هي المطلوبة هي الاحداثي اللي مطلوبة فبالتالي هنا راح نكتبها ويش نضعها سين او تكتبها سين واحد ماشي اشكال زايد الباء اللي هي ثلاثة مضروبة في الصاد واحد كم الصاد واحد يا شباب طبعا قلنا لكم ان هذا سين واحد وهذا صاد واحد الصاد واحد بكم بصفر اذا نبني وبنعمل ويش صفر اذا نضرب صفر اخر شي زايد عندك القيم اللي هي كم سالب اربعة ونغلق المطلق بهذه الطريقة نحن اربعة اذا اربعة تربيع زايد الباء تربيع يعني ثلاثة تربيع يساوي طبعا خلونا نكمل نمشي خطوة خطوة لحد ما تتبسط المسألة عندي اربعة يساوي هني عندي اربعة سين اذا مطلق اربعة سين طبعا هذا راح يروح ثلاثة في الصفر راح يروح لانه صفر فبالتالي ما غير مهم في عانية الجمعة والطرح فبالتالي يروح عندك نيز راح يصير سالب اربعة ناقص اربعة ونغلق المطلق على قذر بهذا الشكل راح يطلع عندي ستعش هذا راح يطلع ستعش يعني عشان نختصر الخطوات هذا ستعش وهذا تسعة كم يطلع خمسة وعشرين اذا في المقام راح يكون خمسة وعشرين ايضا نفس الشي الخمسة وعشرين نحن نعرف اجابته عبارة عن اربعة تساوي المطلق اربعة سين ناقص اربعة مطلق قذر الخمسة وعشرين معادلة بها مطلق كيف نحل معادلة معادلة المطلق وعندي ايضا حاجتين فيها كسر وهناك عدد نضرب ضرب تبادل او طرفين في وسطين مثل ما تعلمت في المدارس بهذا الشكل راح يطلع معي اذا هني راح ينقول مطلق راح يكون معي مطلق اربعة سين ناقص الواحد يساوي الاربعة ضرب الخمسة ملاحظين يعني هذه الاربعة هني بتاعتها واحد فبنضرب في المطلق فبيبقى مثل ما هو اربعة مطلق اربعة سين ناقص الاربعة عفوا ليش كتابي واحد ناقص الاربعة طيب بس خلني ارضح حالكم ونمشي خطوة خطوة ايوه ناقص الاربعة يساوي الاربعة في الخمسة طبعا قيمتها كم تطلع عشرين اذا خلني خلني هني معاي اربعة سين ناقص اربعة يساوي العشرين يالله يا شباب كيف نحل هذا المطلق يالله نرجع للصف التاسع العام الماضي اول اسبوع اخذته او خلني ما اول اسبوع اول او ثاني اسبوع ايوه في طلاب جاء وانمتكد هني قلنا نحن نسوي قيمتين ناخذ بدون المطلق نقول اربعة سين ناقص اربعة يساوي موجب عشرين ونفس الشي اللي في المطلق نقول للقيمة اللي هنا مرة موجب tayب عشرين امرتفال поставلي بنحل هاذه معادلة هنا عندك اربعة سين تساوي بنقول 20 ونحول اربعة هناك بتكون زايد اربعة رح يطلع معك اربعة سين يساوي 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 كم 24 كم تطلع عندي قيمة سين هنا تطلع عندي قيمة سين نقسم الطرفين على اربعة رح تطلع قيمة سين تساوي 24 20 على 4 يعني تطلع 6 إذن القيمة الأولى في قيمة ثانية نفس الشي نقول 4 سين يساوي سالب 20 زايد 4 نحولها الأربعة في الجهة الأخرى راح يطلع معك 4 سين يساوي سالب 16 فبالتالي قيمة سين راح تطلع معك كم تساوي سالب 4 كيف النقاط كم نقطة أطلع معكم يبعدنا عن هذا المستقيم بمقدار 4 أحوالات طلع لك نقطتين النقطة الأولى اللي هي 6 وقلنا نحن في الأحداث الصادي ويش 0 والنقطة الثانية سالب 4 أيضا بإمكانكم تتأكدون أعزائي الطلبة عن طريق البرنامج اللي خبرتكم عنه اللي هو الجيو جبراء ونقيس المسافة بين المستقيم اللي معطينكم في السؤال وبين النقطتين اللي ظهروا معاكم هل فعلا راح تطلع معاكم أربعة هذا الشيء ما ترك لكم تتأكدون بأنفسكم هل في مجال أن نقدم مسألة أخرى طبعا لضيق الوقت عشان بس ما تفوتنا المسابقة نتبقي معانا يعني لا باس إذن هذا مسألة متروكة لكم مثلا أعطيكم فكرتها مستقيم ميله سالب نص ويمر بهذه النقطة ويوجد بعده عن النقطة إذن هش أول حاجة لازم نوجد إذن هنا نقول إيش من هذه الحاجتين نوجد معادلة المستقيم من توجد معادلة المستقيم بالصورة القياسية معاك النقطة تعود في قانون البعد وراح تطلع ويش معاك الإجابة اللي يهمني الآن معي سؤال سؤال للمناقشة والسؤال الجميل اللي فهم درسي اليوم راح يحل هذا السؤال طبعا لضيق الوقت أنا ما راح أحل لكم السؤال يمكن راح أوضح لكم حاجة بسيطة لكن بإمكانكم أنكم تشاركون بإجاباتكم على هذا السؤال في هشتاغ البرنامج على تويتر هشتاغ درس على الهواء أو هشتاغ رياضيات عمان في تويتر راح ننزل لكم السؤال على هشتاغ البرنامج السؤال يقول لك أوجد مساحة دائرة مركزها خمسة واثنين وتمس المستقيم ثلاثة سيطة نقص أربع صات زائد ثلاثة ساو صفة أستاذ كيف مساحة دائرة فكروا في السؤال أنت عشان نتيب مساحة دائرة أول حاجة أنا أعطيك القانون مساحة مساحة الدائرة تساوى باي نقطة ربيع الباي معروفة اثنين وعشرين على سبعة أو ثلاثة فاصل أربعة لكن النقل اللي هو هيش نصف القطر كيف بني بنصف القطر معك أنا ببسط لك ما مشكلة هذه دائرة في هذا الشكل مركزها النقطة اللي هي خمسة واثنين وفي مستقيم يمس هذه النقطة طبعا ما علاقة المماس يا شباب بالدائرة ونصف القطر هذا مماس مثلا على سبيل المثال يمس الدائرة هنا نصف القطر دائما وهذه نظرية أخذتها في الصف التاسع نصف القطر مع المماس يشكل عمود بهذا الشكل فنصف القطر هذا اللي هو نق راح يشكل البعد من المركز إلى المستقيم المستقيم ما أعطنك كيف معادلته والنقطة جاهزة فبالتالي أنت بتطبق قانون البعد وراح توجد نصف القطر اللي هو نق إذا ما خانتنا الذاكرة أنه نصف القطر أعتقد أنه ثنين بس ما متأكد أعتقد أنه ثنين فبالتالي راح تطلع معاك المساحة 4 باي اللي هو راح يطلع معاك 12.56 باي يمكنكم مشاركة تتحفون بحلولكم الرائعة في هاشتاق البرنامج في درس على الهواء الآن راح ننطلق في المسابقة الختامية في برنامج كوزز أطلب من المخرج لحظات لحد ما أجهز المسابقة لكم ونعطيكم كود المسابقة بس انتظروا لحظات المسابقة هي جاهزة إن شاء الله نتمنى أن تتمشي الأمور على ما يرام المتكون المسابقة من ثمانية أسئلة عن الحاجات اللي درستوهن سابقا يعني من الميل والمستقيمة متوازن متعامدة لكن درس اليوم ما مدخلينه لأن في حاجة بسيطة كذلك لأنك لا تقعد تكتب قانون وتحل يحتاج لدقيقتين على الأقل ينجاوب ونحن نريد دايما السرعة في الإجابة مخرجنا الغالي طلع الكود لأعزائنا الطلبة مثل ما واضح أمامكم 525172 والبرنامج مثل ما قلنا لكم يستقبل فقط 500 مشترك واللي يسبق في البداية يدخل طبعا مثل ما قلنا 500 مشترك يبدأ نستقبل المشاركين في البرنامج وراح تنطلق المسابقة مباشرة أول ما يبدأ العدد يكتم العدد ما شاء الله الآن العدد بشكل سريع الآن قرابة الميتين وصلنا في إقبال يعني معناه في طلبة ما شاء الله عليهم متابعين للبرنامج وهذا اللي نتمنى من عزائنا الطلبة أنهم يكونون بشكل يعني متابعين بشكل مستمر لبرامج درس على الهواء طبعا أيضا معانا الآن مصادر كثيرة عندكم المنصة المنصة جوجل كلاسروم كذلك عندكم اللي عملت الوزارة التربية مورد منصة مورد فيها فيديوهات لكل الدروس كذلك معاكم الآن درس على الهواء فالمصادر عديدة لك عزيز الطالب ما شيء عذر تقول أنه والله ما درست ما أخذت شيء المهتم واللي يريد يدرس راح يحصل كل شيء موجود أتوقع أن العدد اكتمل 500 بالتمام والكمال والبرنامج هذا ميزة أنه ما يستقبل أكثر من 500 فهرت لك لللي ما دخل والاختبار الآن أنا راح أعمل لكم ستارت كل طالب منكم راح يظهر معاه سؤال الأسئلة وابدوا في الأسئلة ونشوف الترتيب في نهاية الحلقة إن شاء الله أنا بإمكاني الآن أعرض لكم الأسئلة ما مشكلة حتى عزيزنا المخرج يفتح على المسابقة طبعا الآن في صوب وأنا أعرض للأسئلة بالطلب اللي ما استطاعوا أنهم يدخلون للمسابقة خلنا أكبر لكم شوي الشاشة طبعا هذا سؤال من الأسئلة اللي وردت مع الطلب الآن إذا كان التغير الرأسي يساوي ثمانية والتغير الأفقي يساوي سالب اثنين فإن ميل المستقيم كم طبعا أنا ما بجاوب عساسا أن الطلب الآن جاسين يجاوبون بس هذا السؤال واضح أمامكم أنا صراحة لو كنت تعرف أن الإعداد ستوصل أكثر عن خمش مكان بنفتح أيضا لغرفة أخرى أو مكان آخر عموما راح ننتقل إلى السؤال الثاني أي المستقيمات التالية ميلها سالب هل المستقيم الموازن لمحور السيني أم المستقيم الموازن لمحور الصادي أم مستقيم يصنع زاوية ثمانين مع المحور السيني الموجب وأخيرا هل مستقيم يصنع 150 مع المحور السيني الموجب وأتوقع أنه هذه الإجابة الصحية طيب عندنا سؤال أيضا على شكل صورة ميل المستقيم يمر بالنقطتين طبعا قلنا لكم هذه معلومة لما يكون واحدة النقطتين صفر وصفر مباشرة الميل تقسم الصادي على الصيني يعني ثنين تقسيم واحد ثنين تقسيم واحد كم يساوي هذا عد ما يحتاج أنه يخبركم كم الإجابة واضح الإجابة معاكم في سؤال آخر أيضا ميل المستقيم العمودي على محور الصادات صفر واحد غير معرف انتبهوا عمودي على محور الصادات هذا الصادات العمودي عليه أي محور يكون محور الصيني أو المستقيمات الموازنة للمحور الصيني ميل هنويش خلاص هذا سؤال أحد الاختبارات إذا كان ميل مستقيم يساوي واحد الميل قال لك انه واحد فانه يصنع زاوية مع المحور الصيني الموجب مقدارها آه في سؤال هني أيضا أي سؤال جميل حلو حلو هذا السؤال من الأسئلة تكرر دائما في الاختبار حتى نقصنا من الاختبار لهم شاشفين كان من الاختبار إذا كان ميل مستقيم سالب اثنية على ثلاثة فإنما المستقيم العمودي عليه كم اشترح أحالكم الحصة الماضية الأستاذ أحمد الذهلي أتوقع أو الأستاذ سامي ها قلنا ويش نقلب الميل ونقط نقط 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 حلاص عرضنا لكم تقريبا أغلب الأسئلة أتوقع أن المسابقة قاربت على النهاية هذا السؤال قبل الأخير أيضا سؤال بسيط والسؤال الأخير البعد بين المستقيم صاد يساوي سالب سبعة والنقط صفر واحد أنا عرف أن الطلاب الآن باشرة نرح يطبقون القانون لكن ركزوا شوية ما يحتاج تطبق القانون ارسم المستقيمات المستقيم صاد يساوي سبعة معروف وين يمر بعد عن هذه النقطة كاميرا راح يطلع معاكم عموما نرجع إلى نشوف الترتيب ونشوف لوحة هذا وإن شاء الله أول ما تخلص المسابقة بتبقي الوقت القليل على انتهاء المسابقة أول ما تنتهي المسابقة راح نعطيكم لوحة نتائج الحد ما مشكلة خلو نرجع الحين إلى هني إلى هذا السؤال نخلي حالكم بإمكانكم أيضا صورون الشاشة وتنقلون إلى التويتر أحد من الأعضاء يشارك بالسؤال في وسائل التواصل الاجتماعي التويتر على الهاشتاغ الذي ظهر أمامكم هاشتاغين درس على الهوى وهاشتاغ رياضيات عمان والمجال متروك للجميع للمشاركة ونرجع الآن نشوف الترتيب أتوقع أن المسابقة قاربت على النهاية في وقت موجود هنا أتوقع أن راح تنتهي المسابقة بعد قليل راح نشوف النتائج بعد شوي راح تتوقف النتائج مثل ما ظهره أمامكم الترتيب الآن وراح أيضا نعرض لكم في وسائل التواصل في هاشتاغ البرنامج شكرا لجميع الطلبة الذين اشتركوا معنا في درس اليوم أو سواء اللي اشتركوا في المسابقة أو حتى اللي تابعوا البرنامج هكذا هي الرياضيات دائما وقت في حصة الرياضيات يكون سريع وينتهي بسرعة أتمنى أنكم استفدتم أعزائي الطلبة في أمل أن نلقاكم بإذن الله في حصص أخرى بتفاعل أكثر منكم ونعتذر من الطلبة الذي لم يتمكنوا من مشاركة